كل من دلعت نار في الشرق الأوسط تتجه الأنظار لإيران بنظامها الذي يرى المنطقة ضمن نطاق نفوذه فيحاول بسط سيطرته على بلدان كما هو الحال في العراق ولبنان وسوريا واليمن وتهديد بلدان أخرى والإخلال بأمنها فجر الرابع عشر من أيلول 2019 هاجمت طائرات مسيرة وصواريخ منشآت نفط سعودية تبنت حينها ميليشيا الحوثي الهجوم وباعتبارها وكينا لإيران كان النظام الإيراني في محط الاتهام المباشر اتهمت الرياض أكثر من مرة طهران بالمسؤولية عن الهجوم غير أن الأخيرة نفت وها هي الوقائع تؤكد تورطها آخر ورقة لبراءة إيران سقطت بتقرير أممي يقول إن الصواريخ التي هجمت بها منشآتان نفطيتان ومطار دولي في السعودية أصدها إيراني الأمين العام للأمم المتحدة أنطرونيو جوتيريش أكد في تقرير أبلغ به مجلس العمن الدولي أن قطاع الصواريخ والطائرات المسيرة تحمل علامات شركات إيرانية كما كتب عليها باللغة الفارسية وتتطابق مع أسلحة إيرانية ضبطتها الولايات المتحدة في وقت سابق الأدلة التي تدين طهران وتكشف تورطها في الهجوم على شركة أرانق السعودية قطعت أي مجال للشك فبعدما أظهرت تقارير أمريكية سابقة وجود مؤامرة محبكة دبرها النظام الإيراني لاستهداف السعودية حسم التقرير الأممي الجذل عن الجهة التي صنعت ومولت ودبرت الهجوم محاولات إيران لنفي صلتها بالهجوم باءت بالفشل غير أنها تصر على روايتها التي يفندها الواقع فيكشف الأمين العام أن مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة أكد أنه ليس من سياسات بلاده تصدير الأسلحة في انتهاك مواضح لقرارات حظر الأسلحة ذات الصلة الصادرة من مجلس الأمن كما أكد أن بلاده ستواصل التعاون بنشاط مع الأمم المتحدة في هذا الصدد السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة كيلي كرافت قالت أنها ستوزع مشروع قرار لتمديد حظر الأسلحة على إيران قريبا وإذا لم تفلح الولايات المتحدة في مسعاها هذا فقد هددت بأنها ستعود لجميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران بموجب الاتفاق النووي على الرغم من انسحابها من عام 2018 اشتركوا في القناة